في مدينة لا يزال معظم سكانها يقابلون تداعية فيروس كورونا بالاستهتار واللا مبالا على الرغم من تأكيد تسجيل عشرات الإصابات والوفيات بالفيروس في بعض المحافظات يبقى الناس هنا على نشاطهم اليومي في شوارع وأسواق تعز على ما هو عليه بعد تأكيد وجود حالات مصابة فيروس كورونا بمحافظة تعز والمحافظات الأخرى يدق ناقص الخطر لكن استهتار المواطنين بالالتزام بإقراءات السلامة سيتسبب بكارثة صحية لن يتمكن لا مكتب الصحة ولا وزارة الصحة ولا منظمة الصحة العالمية السيطرة عليها لذلك يتوقع على الجميع الحرص على اتخاذ إقراءات السلامة وأخذ الأمر بجدية لأن الوقاية خير من العلاق والحذر فوق شقاعة الشقعان تدمير المنظومة الصحية للمحافظة جراء حرب الميليشيات الانقلابية بالإضافة إلى افتقار الفرق الطبية للإمكانيات والمستلزمات الملحة في ظل الدعم الضائل لمنظمة الصحة العالمية للمحافظة أسباب تضاعف مستوى الخطر فيما يجري الحديث من قبل الجهات الطبية عن كارثة صحية قد تضرب تعز إذا ما استمر تجاهل هذه النداءات في ظل الوضع الصحي المدهور في مدينة تعز وفي وقه في اليمن بشكل عام وفي تعز خصوصا نرى تساهل كبير من قبل المنظمة الصحة العالمية والقهات الرسمية لترتيبات والتجهيز لمراكز العازل لمواقهة الوباء خصوصا تزايد الحالات في مدينة عدن وفي بعض المحافظات أيضا بالنسبة لتجهيز المراكز كما قلنا إلى الآن لم يتم تجهيز المراكز العازل الرسمية بشكل كامل وأيضا بنفس الوقت وسائل الإحماية الشخصية لم يتم توفيرها بشكل كامل لكل الطواقم الطبية قرارات سلطة المحلية ولجنة الطوارئ التي اتخذتها كإجراءات احترازية للوقاية من الفايروس لم تجد طريقها نحو التنفيذ على الواقع فلا المنافذ أغلقت أبوابها ولا الأسواق مناشدات لم تتوقف للمطالبة بدعم القطاع الطبي لكن لم تجد جميعها من يصغي إليها وسط غياب الاهتمام بين المواطنين والسلطات معا الأمر الذي تتسع معه دائرة الخطر على المدينة يوما بعد آخر حمزة أمين قناة بلقيس تعيس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر